والصلاة والسلام على أشرف المسلين إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا محمد عبدالله في قناتي على اليوتيوب في البداية الناس اللي ما تعرفش عبدالله لأنه كنت نشوف في الصحافة المتاحهم الصحافة الفرنسية مصطلح شخص غير معروف معلش ما دمرنا غير معروفين نحاولو نعرفو نفسنا للكثير والكثير من الجزائريين اللي ما يعرفوناش أو حتى إلى بعض الصحافة اللي راي تتابع في الوضع لازم نعرفو أعلى رواحنا الشخص اللي راي قدامكم هو محمد عبدالله من مواليد سنة 88 بولاية وحرم ودرست في المدارس بولاية وهران إلى غاية المرحلة التانوية أين تحصلت على شهادة البكالوريا ولم ألتحق بالجامعة مباشرة بل التحقت ب مدرسة ضباط الصف للدارك الوطني بولاية سيدي بالعباس كتكوين أولي تكوين عسكري سنة الأولى بمدرسة ضباط الصف بسيدي بالعباس بعدها التحقت بمدرسة ضباط الصف بولاية تيارة وتخرجت منها بشهادة شهادة مهنية عسكرية رقم اثنين في سلاح الإشارة ترانسوميسيو وتخرجت كعامل راديو بعدها تنقلت مباشرة إلى أقصى الجنوب الجزائري وبالضبط بسرية 43 لوحدات حرس الحدود بتيريرين تابعة لمنطقة عين جزام خدمت هناك خدمت سنة في وحدات حرس الحدود كرئيس مركز الراديو بأسرية كنت قائد مركز الراديو بأسرية بعدها جاءت واحدة الإرسالية تطلب من كل شخص أراد الالتحاق بمروحيات الدارك الوطني أنه يقدم طالب قدمت طالب وقدمت طالب إلى من هو الآن قائد الدارك الوطني إلى كوسميا نوردين الذي كان رئيس الضائرة الجهوية السادسة لوحدات حرس الحدود كوسميا نوردين هو اللي كان حاكم حرس الحدود في الجنوب الجزائري هو كان مقدم وأنا كنت رقيب سيرجون بعدها تحولت إلى مدينة بيسكرة أين قمت بتربص درت استاج على كيفية العمل على أجهزة التصوير في المروحية درنا تمك تربص لمدة شهرين بعدها خدمت في البليدة في الناحية العسكرية الأولى خدمت في السرب الجوي 111 لمروحيات الدرك الوطن تمك خدمنا تعرفنا على الجزائر العاصمة على تيبازة على تيزيو الزوب جاية بويرة خدمنا المروحيات تمك وخدمنا التصوير بعدها تنقلت إلى ولاية عنابا أين اشتغلت فيها مدة سنة بعدها مباشرة رحت إلى تبسة تمك في تبسة طالبي الزمن في تبسة خدمت حوالي ست سنوات في تبسة خدمت في السرب الجوي انتع تبسة هناك في ولاية تبسة كانت اللحظة الفارقة في حياتي لأني في طول المصارى المهني كنت نشوف فساد لكن كان فساد محدود كنت المكتسبات اللي اكتسبناهم في العائلة وفي المجتمع وفي مدرسة الضباط الصفلي الدارك الوطني انه الفساد هو حالة شدة والفساد لازم نحاربوه وكاين سلم تصاعدي لقيادات باش تكتب لهم وتخبرهم على الفساد والاجرام هو حالة شدة والاصل هو الاصلاح لما وصلنا لتبسة اكتشفنا انه الفساد هو العملة السائدة في الجزائر اكتشفنا انه هناك ضباط للدارك الوطني وضباط للجيش متواطئين بشكل كبير في الفساد وفي النهب وفي نخر الاقتصاد الوطني واكتشفنا ايضا انه رجال العصابات لهم سطوة كبيرة عندهم سطوة حتى على قياداتنا في الدارك الوطني حاولت اكتر من مرة اني نبلغ على قضايا الفساد وحاولت اكتر من مرة اني نرجع الى الكتابة او الى التبليغ الشفوي لكن القيت انه الشيء هذا اللي راني نقوم به هو خطر على حياتي من بين القضايا اللي انتشرت ويعرفوها الكثير من افراد الدارك الوطني هي قضية قائد مجموعة الدارك الوطني او كوموندو جروكمو انتاع سوغهراس 2016 سمح رفقة شبكة من افراد الدارك الوطني بعبور مجموعة من المهربين وهذه المهربين كانوا يحملوا سلاح وهذا السلاح اكتشفوه لاحقا في جبال جيجل عندما كما قالوا هما تم القضاء على جماعة مسلح وهذا السلاح مروا قائد فرقة الرقوبة بجنوب سوغهراس رفقة قائد كتيبة الدارك الوطني بصدراته وقائد المجموعة تعد دارك الوطني وهذا القصة لم تنشر ولم ما كتبوش عليها حتى في الجلائد ما كتبوش عليها في تليفزيون بل باقية حبيسة الأرويقة والهماسات الناس تتكلم عليها في الأرويقة وفي الضلة ما كانش اللي صرح بها وكان قائد الجهوي للدارك الوطني بالنحية العسكري الخامسة هو عمار بهلولي ممتكل لمشاهدها أضف إلى ذلك صرحوا العديد من القصص من بينها الجميعي من بينها الوافي من بينها اللي ذكرته بوجابر هذا بوجابر سامير اللي هو من كبار المهربين في منطقة تبسة واللي راه الآن يشغل منصب في مجلس الشيوخ أو بما يعرف سيناتر أراه سيناتر الآن في المجلس في قبة البرلمان العديد منهم من بينهم قلنا الجميعي الجميعي هذا الجميعي استطاع أن يحول والي ولاية اللي هو والي ولاية تبسة خرجوا إلى التقاعد وعندوا المافيا نتاعوا وراني حقيت أكتر من فيديو في قناتي على اليوتيوب وشافوها الناس آه لما داق صدري بهذا الإجرام اللي كنت نشوفه يوميا ولي كنت نوطقه بمروحيات الدارك الوطني بكاميرات مروحيات الدارك الوطني كنت نوطقه أكتر من مرة وكنا ندير إرساليات إلى القيادة من بينها قيادة وحادات حرس الحدود اللي كان يشغلها اللي راه الآن قائد الدارك الوطني جواسميا نوردين وكتبنا للعديد من الجهات من بينهم القيطاع العملياتي العسكري والناحية العسكرية الخامسة وكتبنا لقيادة الدارك الوطني وشفنا أنه الفيديوهات انتوعنا راهم يروحوا في في الخوة ما كانتش ناس تسمع عنا أضف إلى ذلك أنه بالإضافة أنه هذا الفيديوهات اللي كنا نديروهم كانوا يروحوا للخوة كانوا المروحيات يعانوا من عطب كبير وطاحتنا مروحية أيضا في منطقة عين الصفرة وماتوا فيها أفراد أنا لما اجتمعت هذه المعطايات اللي راني نحكي عليها فساد وفساد ينخر داخل المؤسسة وخارج المؤسسة أضف إلى أنه الهيبة انتاعنا كأفراد للدرك الوطني وأفراد قوة عمومية نتعرض للإهانات من طرف المهربين ومن طرف القيادات الفاسدة وكأن شعب انتاعنا أيضا يعاني من سطوة قوات الدرك الوطني اللي اجتمعت فيها التناقضات أنك تستطيع أن تقهر مواطن عادي ولا تستطيع أن ترفع رأسك أمام مهرب أو أمام مجر راكم شفتوا خاوتي أن أغلب المفسدين والمجرمين في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي يعتالوا المناصب السياسية الكبرى في الجزائر ويتحكموا في قوضات ويتحكموا أيضا في مسؤولين في القوى الأمنية ما لا أنا قررت أني ندير حل هذا الحل كان حصيلة سنوات من التفكير كنت نتبع الوضع السياسي في القنوات التي فيها البعض من المسداقية مثل المغاربية وكنت نتبع المعارضين السياسيين عن طريق اليوتيوب كنت نشوف مثلا سعد جبار كنت نشوف مثلا زوالمية كنت نشوف مثلا عبدو صمار كنت نشوف أيضا محمد العربي زيتوت كنت نشوف أيضا أخونا أمير ديزاد كنت نشوف وكان وكان واشي يقولوا واشي كانوا يقولوا أكلونا على الصوت الصوت رهم ليح خوتنا كتبونا الصوت رهم ليح بركا اه 5 على 5 لما شفت أمير واش كان يقول وشفت العربي زيتوت وشفت سعد جبار والعديد منهم جمعت في رأسي فكرة أنه المعارضة من الخارج هي أحسن حال لكن في الدارك الوطني وفي الجيش الوطني الشعبي حنا الوحدات اللي كنا بعيد بعاد على مركز القرار كنا نجهلوا أنه عدنا الحق في الفيزا واشدرت تصلت بالعربي زيتوت أكثر من مرة وأنا بالبدلة الرسمية ومن داخل الوحدة ولما دينا وجبنا في الهاضرة وتبادلنا الثقة لأنه نفس الوقت هو كان يخاف من المزداقية أنه نكون أنا إنسان في اختراق في نفس الوقت أنا ثاني رأنا نشوف الكثير من المعارضين عندهم دوب الفاص أنه يعارض لأنه يعارض تابع الجانح معين كنت نخاف أنه العربي زيتوت مثلا يكون تابع لإحدى الأجنحة ما لخفت على روحي وتكلمت معاه بتحفظ شديد وبالوقت بالوقت لما بننا الثقة وبننا علاقة تعتيقة في مبيناتنا قعدنا نحوس على حل أنا كنت نسرب الكثير من المعلومات وكثير من الفيديوهات إلى العربي زيتوت لكن العربي زيتوت كان عنده موقف أو موقف تعرجوله أو شهامة أنه كان قادر يدير الباز أنا داك وأنا داخل في المؤسسة العسكرية ونروح أنا في كما نقوله نحن في ستين داهية نروح للسجن وهو يتعرف وما كان يجيب لي خبري بل أنا هو اللي سربت المعلومات وأني يرني في السجن ما له هو حافظ على التقى وحافظ على السر بعدها جاءت في راسي فكرة أني نقوم بتحويل مروحية إلى إحدى المدن الأوروبية الجنوبية وكانت للوجهة إيطالية لكن العربي زيتوت تناني على الفكرة بحكم أنه كائن واحد الأمور كنت نجالها من بينها الخطورة انتاع تحويل مروحية حتى بالنسبة للأوروبيين لما توصل عند الأوروبيين فيها سجن كبير لأنه منذ سنة 2001 وبعد عملية اختطاف طائرات في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح اختطاف طائرة هو عمل جرامي وعمل إرهابي لقيت أن أفضل وجهة هي إسبانيا تركت كل ما كان عندي تركت السكن الوظيفي تركت السكن العدل الذي كان عندي لدوزيم فاص أو مرحلة شطرة الثانية من عدل وسمحت في الكثير من الأشياء سمحت في راتب انتاعي سمحت في الامتيازات التي كانوا عندي وتشاورت أنا والعائلة انتاعي أنا والزوجة انتاعي وقررت أني نغادر غادرت رفقة زوجة وابن غادرت الجزائر في تسعة ليلة تمانية لتسعة نوفمبر من سنة 2018 والوجهة بكل صراحة أخوتي كانت الوجهة مجهولة كان عندي ألف أورو في جيبي واركبت الباخيران تاع وهران مدينة أليكونت ولما وصلت للمدينة أليكونت لم تكن عندي لم يكن لي وجهة معينة حتى الوزوجة في الوزوجة كانت الوزوجة وهمية ولم يكن لا يكفي مئة بالمئة وبدأت مرحلة شاقة دفعت الثمن غالي حق المعارضة لأنه لم يكن شيئا يأتي بسهل لم يكن شيئا يأتي بسهل فوتنا أوقات جد صعبة بعد تصلنا بمركز اللجوء وقدمنا اللجوء وبدأنا حياة من السفر بدأنا حياة من السفر لكن في نفس الوقت خوتي المرارة اللي كنت رفدتها من مدينة تبسة ومن الجزائر عموما واللي رفدنا مرارة كبيرة من عند الطوغات والمجرمين اللي كانوا معانا في سلاح الضارك الوطني خاصة أمثال بهلولي وأمثال بستيلة وأمثال الكثير من القادة وأمثال حتى اللي اذكرتهم مؤخرا لونيسي والعديد منهم فقات الغصة في قلبي فقات الغصة في قلبي وأنا الشيء اللي راني ندير فيه ليس انتقاما من المؤسسة العسكرية بل أن المؤسسة العسكرية هي أحب المؤسسات إلى قلبي لأنه لمعاش المؤسسة العسكرية ما ينجمش يفهمني وش راني يتكلم المؤسسة العسكرية راه فيها عالم خاص وبعيد كل البعد عن الحياة المدنية لكن الواحد يكون معقول ويكون في رأسه يكون كل حاجة في بلاستها أخوتي أنت عسكري لازم الحياة لا تخرج من خارج التكنة لا تذهب للأشياء اللي بعيدة عليك لا تذهب للصحة لا تذهب للتربية لا تذهب للثقافة لا تذهب للأشياء أخرى من تلك الاختصاص عسكري تقعد في العسكرية اختصاص محامي وقاضي وفي وزارة العدل لا تذهب للأشياء أخرى كل واحد وفي بلاستها الآن نرى نتائج الفساد وفي سنوات أن تأتي داخل المدرسة ويأتي يقرأ كوموندو ويأتي وطنيا يتصور عند المدرسة على أساس أن المؤسسة العسكرية ترافق دخول المدرسة تذهب للمناطق البدوة الروحة لتلقى المؤسسة العسكرية تدير في الباكسا للبدوة الروحة لماذا لا يمكن وزارة صحة لماذا لا يمكن وزارة التربية لماذا لا يمكن كل شيء وفي بلاستها تلقى تلفزيون الجزائري عندما تشعل اليتيمة ترى مجرد مناورات عسكرية شراء سواريخ ملتقايات عسكرية الرابطة الرياضية للعسكرية ترى غير هذه الأشياء المهم نكمل في الموضوع عندما وصلت إلى أوروبا وقدمت اللجوء بديت مباشرة عشر أيام مباشرة بعد دخولي إلى أوروبا في التفيلايف مع الأستاذ محمد العربي زيتوت وأشكره من هذا المنظر لأنه فتح لي المجال باش نتكلم الشيء اللي كانوا حابين يتكلموه العشرات من العسكريين قد قصرت بل كون قصرت في الصورة المأساوية اللي كنا فيها لكن حاولت قدر المستطاع أني نوصل صوت العسكريين خوتنا لكينين حتى اللي ماتوا كينين اللي راكم تشوفوا فيهم راهم مع التنسيقية متقاعدين ومعطوبين وأرام العسكر أو الجيش حاجة أخرى كين كثير من الناس يشكوا أو ما عرفوني نتكلم هذه البطاقة المهنية هذه هي البطاقة المهنية العسكرية تحتوي على الطاقة المهنية العسكرية وستكلمت هذه البطاقة المهنية العسكرية تحتوي على المهنة العسكرية وتحتوي على مطاقة الوطنية من عندهم. وخرجت بسوابق عدلية نظيفة. منذ مروري عبر صفحة محمد العربي الزيتوت وأنا أقاوم فقط بالهاتف النقال. ما كما قالوا هما تشي نظرها ما ضيدنا أموال ما درنا حتى حاشا. أما فيما يخص التهمة اللي داروهانا في الجزائر فهي لن تخرج من الحدود الإقليمية للجزائر. علاش هما نعودوها هم دارو هاد التهمة باش يخوفوا الجزائريين منه. باش يخوفوا الجزائريين منه. وأنا عمري في حياتي ما كنت متوقع أنه نقدر ندير كما نقوله احنا الباس حتى يوصلوا أنه يديروا صورنا أو اسماواتنا في القنوات العالمية. ما كنتش متوقع. الوالد انتاعي علمني واحد الدعاء لما كنت في الخدمة يقول في هذا الدعاء اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي عيني الناسي كبيرة. علاش؟ لأنه لما تكون خدام وتلبس الكمبا وتلبس الرنجاز في سيرج وتدير سنترياز وترفض السلاح. غادي يجيك الشيطان وينسفلك في قلبك وتولي تشوف يروحك حاجة كبيرة وتولي تشوف يروحك خارق للعادة وتولي تشوف يروحك فوق الناس. ما لهذا الدعاء هذا يصغرك في نفسك ويحط من قدرك في نفسك بشوف روحك صغير ويشوفك الناس كبير. علاش تولي تشوف يروحك صغير باش ما تطغاش وباش ما تحقرش وباش ما تخرش عن المألوف وتبقى إنسان طبيعي. وتبقى في عين الناس كبير تبقى هذيك الهيبة انتاعك وتبقى هذيك الاحترام انتاعك. نقول له للعصابة انتعنا كل ما قدمته في قناتي على اليوتيوب وفي مدار سنتين في صفحتي على الفيسبوك هي قضايا فساد. اكتر من مرة تحديت العصابة انهم يكذبوا ولا معلومة ولو معلومة واحدة يكذبوها. داروا لي تهم انتاع ارهاب في نفس الوقت منذ منذ الفين وثمانطاعش أو الفين ستاعش الفين وستاعش وروحنا تعاقب تعاقب على مؤسسة الدارك الوطني تلت قادة عسكريين منا دنوبا وبلقصير وعرعار ثلاثة مجرمين بشهادتهم هم بشهادتهم هم بلقصير ره هارب في اوروبا وعرعار ره في السجن ومنا دنوبا تكلمت عليه وهو في الانبوست وكلهم ره هم في السجن وحتى واحد فيهم ما دلوا لهم تهمة الارهاب وحتى واحد فيهم ما نحاولون الجنسية في نفس الوقت خوتي ما يخفاش عليكم انه الغلطة انتاع الرقيب الاول نفترض اني انا غلط غلط مخطئ اناني غالط نفترض اني انا راني غالط ونفترض انه بالقصير غالط شكون الغلطة انتاعه لي كبير قائد درك ولا مجرد رقيب لا حول ولا قوة له انا حتى اولو كان نكون اودي دارت قال اودي خيانة عظمى نبقى رقيب اول الغلطة انتاعي جد محدودة الغلطة انتاعي تكمل عندي لاني ما نش قاد قائد انتاع فصيله ولا قائد انتاع كتيبة ولا لقائد تعوحدة ولا قائد سلاح بينما بالقصير كانوا عندهم ملفات الفساد بتاع كل العصابة الجزائرية تداء من رب راب الحداد الكونيناف والعديد من الاسماء وكانت عندهم علاقة مع تهريب الاسلحة وتهريب المخضرات وتجارة العقار والكثير من هذه القضايا بالصح هما مدلوا لهش مدكرة التوقيف الدولية وما دلوا لهش واش دارونا لنحن احنا واش دارونا احنا الطغاة هادو يكره الرمزية الطغاة يكره الرمزية غادي تقولوا لي كيفاش الطغاة يكره الرمزية البريد المركزي لما كانوا الناس يتلاقوا عنده ويديروا المظاهرات ويوقفوا تمك خافوا العصابة انه يصبح البريد المركزي هو نقطة لقاء ونقطة مركزية ومعلم تاريخي خافوا يولي معلم تاريخي ويولي نقطة التقاء ويولي على مر الازمينة يرمز الى رمز الحراك ما لانه يداروه غلقوه 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 المركز البريد المركزي نفس الشيء لو كانت سقصيكم مثلا على احمد زابانة مثلا احمد زابانة لو كانت سقصي اي جزائر يقول لك اودي واش دار احمد زابانة واش هي الانجازات لدارها احمد زابانة ما تعقلش لها لكن تعقل انه احمد زابانة وعديما بالمقصالة ويسموه اول شهيد للمقصالة لانه احمد زابانة رمزيان مع المقصالة نفس الشيء بالنسبة لنا نحن بعد عشر سنوات وخمسة عشر سنوات سقصية ونقول لهم امير واش دار نقول لك انا لا نعرف امير واش دار بصح على امير راشل امير ركع عصابة بالضبط واش دار لا نعقل نفس الشيء بالنسبة للعربي زيتوت نقول لك امير واش دار بصح لبالي لعصابة تخاف منه لعصابة انا داك كنت تخاف منه هذه هي اللي حبينا نوصلها انه هاد العصابة يكرهوا الرموز وفي نفس الوقت هم ليصنعوا الرموز لانه البي بي سي مثلا قالوا لهم هادا غير معروف بالصح العصابة بالغابة انتاحا ردت البي بي سي تحوس تكون هذا عبد الله محمد في نفس الوقت القنوات او الصحف الفرنسية يقولونك ما نعرفوش هذا عبد الله محمد لكن لكنهم صنعوا إشهار بطريقة غبية حتى الذين لا يعرفون عبدالله محمد سيبدأ يسقس على عبدالله محمد نفس الشيء بالنسبة للأميرديزاد كانوا يسقسون أميرديزاد ما كان هذا أميرديزاد؟ ما هو مستوى دراسي عنده؟ صح، أعرفت الجزائر بأن السنوات التي كانوا يقولون فيها أطراف خارجية سمعتها الأطراف الخارجية وخرجتها ما هي الأطراف الخارجية التي كانوا سنوات وسنوات وهما الأطراف الخارجية أو راحوا وطلعوا وهبطوا وقال لك ما هي الأطراف الخارجية نكمل، بالنسبة لي أنا عبدالله محمد لما خرجت من عند محمد العربي زيتوت أسست الصفحة حلت الصفحة وحاولت في هذه الصفحة أن ننقل معاناة خاوتنا بدون استثناء سوى العسكريين أو المدنيين أو الحالات منتاع الفاساد والصفحة وصلت إلى غاية يوم 12-12-2019 لحقت إلى 150 ألف متابع ومن بعد قفلونا الصفحة وبعد هذا يقع علينا في الفيسبوك لأكثر من ستة أشهر أو سبعة أشهر وبعدها تنقلنا مباشرة إلى اليوتيوب نقلنا مباشرة إلى اليوتيوب خاوتي، هذه القوضات أو الناس اللي خرجت مذكرة التوقيف ضدنا هم نفسهم القوضات انتاع العصابة وبالدليل أحمد أويحيا كان وزير عدل في سنوات 2001 و2002 وكان يرأس نفس المجموعة انتاع القوضات اللي راهي تضيق على إبراهيم العلامي ولي راهي تضيق على رياحي ولي راهي تضيق على درارني ولي ضيقة على كريم طابو ولي ضيقة على العديد من الأسماء في نفس الوقت هي نفسها عصابة القوضات اللي خرجت من السجن العديد من الوجوه الفاسدة أو غمضت عينيها على عديد من قضايا الفساد اللي ذكرناها في الصفحات وهي نفسها اللي راهي تخفف في أحكام السجن على العديد من وجوه العصابة اليوم بإذن الله سنتقلوا إلى الموضوع الثاني الموضوع الثاني اللي هو القوضات سنتكلموا على أحد كبار المجرمين أولي نتكلموا على مجموعة منهم من بين الأشياء اللي زعجتهم فيها أنا محمد عبدالله نتكلم على نفسي أنه العديد من الأشياء اللي تكلمت عليها إن لم نقل كلها كلها حقيقية خوتي كلها حقيقية وهو ما رهم ختموا لي على القناة أنت على اليوتيوب بأنها قناة حقيقية وأنها قناة تنقل الحقيقة تكلمنا على بضري سلمة أنت على ولاية شلف تكلمنا عليها واتكرناها خرج مباشرة زغماتي نحى القضايا أنت على الفساد المالي والإداري قال لك ما تشوش في القضايا أنت على الفساد المالي والإداري إلا بإذنين مني ما تديروش على الرسائل المجهولة وهو مثل الرسائل المجهولة كان يقصد بها قنوات اليوتيوب وصفحات الفيسبوك وهنا أعطاء رياحية للقوضات الفاسدين وعطاء رياحية للجال الأعمال وللإداريين الفاسدين وهو نفسه قال قبل سنة نهر لإعتالة وزارة العدل قال بليراني فتحت قضية في استيق قضية جريمة قتل جات عن طريق رسالة مجهولة ترجمة نانسي قنقر